أسراب تضم عشرات الملايين من هذه الحشرات يمكنها طيران تسعين ميلا في اليوم ووضع نحو ألف بيضة في كل متر مربع من الأرض لقد هاجم الجراد المنطقة بأعداد كبيرة اتصلنا على الفور بسلطة الزراع فأرسلوا عددا من جنود الجيش وموظفي الوزارة ورش المنطقة بأكملها وتم إنقاذ محاصيلنا من أضرار جسيم هجوم الجراد استدعى نشر أكثر من خمسة آلاف جندي لمكافحته إلى جانب تسع طائرات مسخرات لرش المبيدات الجراد موجود بكثرة الآن في إيران وعمان وسينتقل المزيد منه إلى باكستان لمكافحة ذلك خصصنا طائرات منها مروحية لرش مناطق مختلفة بنك التنمية الأسيوي والبنك الدولي أبلغ باكستان بتقديم مئة وخمسين مليون دولار لمكافحة الجراد في حين قالت الحكومة الباكستانية أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى نحو ثلاثمائة واثنين وسبعين مليون دولار بعد أن أنهك فيروس كورونا القطاع الصحي ها هو الجراد يهدد القطاع الغذائي وبات المزارع الباكستاني يخشى من غزو لا يبقي ولا يذر محمد رفيق يرى أن المناطق الحدودية ملاذات آمنة للجراد أكثر من غيرها لوعورتها وصعوبة مكافحته فيها لكنه لا يخفي قلقه من خسارة محاصيله الزراعية الحمد لله مناطقنا هذه لا زالت آمنة لكننا نشعر بقلق كبير فخلال الشهرين المقبلين ستنضج محاصيلنا حينئذ تكون أكثر عرضة لغزو الجراد الحكومة الباكستانية أنشأت مركزا وطنيا لمكافحة الجراد في جميع أنحاء البلاد وهي عملية تجري في خمسين منطقة متضررة وضع دق ناقوس خطر أمن باكستان الغذائي بلال الأسطل العربي